زينب مع الظروف الرهنة اللي عم نعيش كلنا وأمام ضرورة وحاجة البقاء بالمنزل والحجر الصحي المنزلي لكسر حلقة الانتشار السريع للإصابة بفيروس كورونا وجدت الكثير من الحالات النفسية من الممكن أن تظهر على الأشخاص تفاوتت بين أشخاص وآخرين بين اللامبالات وبين الأهلاء لا يوجد توازن ولا يوجد حل وسط لا نحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتور تامر أخصائي بالأمراض العصبية وجري حتى يسعد صباحك يسعد صباحكم صباح النصائح من كورونا إن شاء الله نحن نأخذ منك النصائح دكتور يعني من عشر تيام ولهلأ كل يوم الثاني في إجراء حكومي جديد عم بيكون حرصا على سلامة وصحت المواطنين بهذه القرارات والإجراءات هل شفتوا حالات خوف ذعر هلع بين الناس وخلينا نحكي كمان تأثير الهلع الزايد أو الوسواس مثل ما قلنا نحكي تحت الهوى أنه ما فيها التوازن وللأسف كان في حادثة إلنا أنه انتشرت على مواقع التواصل على الصبية اللي كتير خلطت منظفاته يعني كمان أدى هالشي نحن هون مثل ما نبلش من حمل ما خلصت سالي نحنا الحقيقة موضوع كورونا إذا تتذكروا بلش من ثلاثة شهر بلشت توصل الأخبار العقل البشري بطبعه صار يدافع عن نفسه بأنه موضوع بعيد ناس انصابت بمكان بعيد موضوع بعيد عننا فصار يدافع عن نفسه ويعطي تطمينات كاذبة بلشت تكتر الإجراءات بلشت تقرأ بالأخبار أنه لا بإيران بالعراق بالدول الحوالي لها بلشت نحن الحكومة تاخد إجراءات لتحمي المجتمع السوري هذا بلش يوصل الأخبار للمجتمع السوري ولشرائح وسع منه الحقيقة أسم المجتمع العالمي كله ومجتمعنا منه لأربع أقسام قسمين متطرفين هنا القسم اللي وصلوا للخبر وبلش ياخد إجراءات وبلش يكون أحيانا شكله شهز بالمجتمع طبعاً لماذا حاطئت كمامي؟ عم نحكي من فترة شهر وجزء ما وصلوا شيء أبداً وما نمهتم في هذا الموضوع والجزء اللي بيناتهم اللي هو الجزء الأكبر اللي هو عم يوصلوا بس مو عرفاً مدى وهمية وخطورة الموضوع وشو يتصرف مع ازدياد الأخبار مع ازدياد الإجراءات اللي عب تتاخذ واللي بتمس حياة اليومية للإنسان بشكل بتفاصيله دوامه وشغله ومدرسته وولاده صار هذا الجزء الكبير يتوزع جزء بلش ينضم للجزء الأول اللي هو نحنا لازم ناخد إجراء لازم نتبه لازم نعقم لازم نغير من حياتنا والجزء الثاني اللي هو لأ فعلاً صار لا مبالاة صار أنه لأ شو رح يصير علينا خاصة نحن مجتمعنا أنه نحن مرينا بالحرب ونفدنا ما رح يصير شيء ما رح يصير أكتر مما صار وهدول بالحقيقة بهالطرفين النقيد اللي عم نحكيهم هنين بشكلوا أحياناً خطر على بقية المجتمع تماماً في عنا نحن هون دائماً عم يكون هدف الإعلام وهدفنا نحن كمراكز صحية أو كنظام صحي أنه ننبه الناس ونصير عندهم حاسة الخوف ضمن إجراءات لعزل الفيروس لأنه فعلياً هذا درعنا الأقوى والأهم لنعزل الفيروس ونحمي المجتمع منه هون المشكلة اللي صارت أنه نحن هذا الخوف بيستقبلوه الناس ممكن يتحول لخوف إيجابي وممكن يتحول لخوف سلبي والفرق بينناتهم كتير كبير والنتيجة كتير واسعة فيناتهم الخوف الإيجابي أنه نحن ناخد الإجراءات اللي عم نسمعها من التلفزيون من الناس من العالم من الأطباء ناخدها بشكل إيجابي نفهم أنه نحن جزء من حملة وقاية حملة منع نحن جزء من حماية لأهلنا جزء من حماية للناس اللي حوالينا نحن جزء من حماية لنفسنا ولازم نتبع هاي الإجراءات ضمن الإمكانيات اللي حوالينا وضمن إمكانياتنا وضمن ظروفنا وفيه خوف سلبي اللي عم يودينا لهلع لفرط استجابة بشكل خاطئ بيؤدي لشلل بالتفكير الصح يعني مبعد شو بدي أعمال ما بقى حط الكلور لا ما حط الكلور لا أطلع من البيت ما أطلع من البيت هاي كلها بتأدي لشلل بالتفكير وللأسف بتأدي كمان لأنه ترفع مستويات توتر العصبي ونحن مستويات توتر العصبي بتعرفي رح ترفع في جسمنا الكورتيزول والكورتيزول هو العدو الأساسي لشو؟ لجهازنا المناعي اللي هو الخط الدفاع الثاني والأهم إنه في حال نصبنا مفروض نحن الجهاز المناعي هو اللي يساهم في الموضوع فبالتالي نحن هاي الحالة الموجودة لازم نحاول مع إجراءات الوقاية ننقلة من حالة خوف سلبي ما عرفان شلون يتصرف لحالة خوف إيجابي اللي مقصود فيه الحذر نحن مفروض نحذر مو نخاف وناخد إجراءات لقائية لحتى نقدر تكون النتيجة سليمة للكل دكتور نوهت لنقطة كتير مهمة إنه يمكن الهلعة الزايد بفرز ومادة الكورتيزول اللي بتخفض مناعة الجسم إن شاء الله يا رب هاي تكون المعلومة وصلت لنقدر نحن شوي نعمل توازن توازن بحياتنا كتير مهم مهم إنه نحن نتوازن بأي شي بحياتنا لنقدر نستمر بهذه الحياة سواء كان عنا ظروف وبائية مثل يشع يعني أو ظروف تانية لكن لا فينا نحن نخاف كتير ولا فينا نستخف قمت بحياتنا بالمهم انحقق توازن مو بس توازن لأنفسنا توازن للي حولينا لان شخص واحد سلبي زينب يعني بي خرب الدنيا كله ساير بخصوصي ببئي وقت يعني نحن ما بحاجة لحده يعطينا معنويات يعطينا طاقة طبعا نحن هون عمالتلك نحن إذا بنبلش من هاي النقطة نحن الخوف الإيجابي أو الحذر بيأتي من منبع الفكرة يعني نحن فينا الناس تأخذ فكرة المرض وفكرة البقاء والعزل منه فكرة المرض فيها والإنسان يأخذ أنه أنا رح أموت رح أمرض رح أتعب رح أفؤد ناس رح أفؤد أنا خايف عمي أنا خايف عبي أنا خايف أولادي شو بدي أعمال شو بدي يساوي هون هاي الفكرة ممكن أن نطلع لنفسها من طرف تاني أنه لا أنا ما رح أنعده ما رح أكون جزء من العدوى ما رح أنصاب بالمرض رح أخذ تصرف كذا وكذا وكذا حتى ما نقل المرض للناس ما نقله لجيراني لرفقاتي بالشغل هون أنا ما رح أروح هذا المشوار أو هاي القصة مو لأنه مراض ما بدي موت مو فكرة نزرع في نفسنا الخوف من الموت أو الخوف من المرض لأ نزرع بنفسنا فكرة حماية نفسنا من المرض وحماية الحوالينا من المرض أنا بحب أبي وأمي ما بدي يأهم يموتوا بس لا أنا ما بدي إنقل العدوى إلهم هي نفس الخطوة بس التفكير فيها فيه تفكير إيجابي وفيه تفكير سلبي تفكير سلبي بده يعطينا عن بدل بعيد نتائج سلبية على صحتنا وعا تصرفاتنا بحيث تضرب هذه المنظومة أنا رح أكون جزء من درع الوقاية لعائلتي أنا جزء من درع الوقاية لبلدي لمجتمعي أنا جزء مساعد ماني جزء خايف إنه أنا بدي يصيبني مكروه لأنه هذا الخوف ممكن يشل حركة الإنسان هيك فكرة فكرة المرض فيه تصرف تصرفات نحنا فيه تصرفات إيجابية ممكن ننشرها ببساطة أنا فيني أشوف إنسان مد إيده لا يصافحني ونحن عادنا عادات وتقاليد كتير كبيرة فيني أتصرف بسلبية معه فيني أقول له لا ما بقت بطلوها العادة لا بقت صافحني يا أخي هذا مرض وهذا عم نموت وهذا عم وأنتي ما بقت تعلموا ما بقت تفهموا هون أنا نشرت جو سلبي بالموضوع يعني هو رح يخاف ويرتعب ويتفاجأ بردة فعلي وأنا بهذا ردة الفعل نفسياً حسيت أني أنا زعجته هلأ هون بشو الأحسن أحسن نغضب بابتسامة بضحكة نغير الموضوع نلقي مثل مزحة صغيرة انه لأ شفت شلون عم يسلموا صايرين من جديد شايف هذا المرض نفس الفكرة النتيجة وصلت بس اختلف الأسلوب هذا الأسلوب هو اللي بيزرع طاقة لتكمل معنى نهارنا لأنه نهارنا صار طويل وصعب بالإجراءات الجديدة هاي كفكرة وكتصرفات تصرفات هون تاخد كتير شغلات المرة اللي تستقبل الأوزر اللي جاي من البي آه أنت لازمك تعقيم لازمك كذا ليش رحت ليش رحت هاي المشوار ما لازم كنت تروح فيه لأ طريقة تاني تسمعوا وهي عم تحاول إنه وين رحت وين جيت و بنفس الوقت عم تتعقمه عم تاخد الخطوات اللي تعلمناها شلون لازم يصير التعقيم هاي هي الطاقات الإيجابية طبعا نحن لسه في عنا أفكار عن العزل لأنه العزل أو الحجر الصحي أو منع الاختلاط إذا نكون دقيقين منع الاختلاط لكسر حلقة انتشار الفيروس والحمد لله نحن لستاتنا من البلدان اللي ما بتعتبر بقر التفشي لحتى نحقق هذا الإنجاز بتفكيرنا فيه شي اسمه منع الاختلاط طبعا نحن هون لازم كمان فينا ناخده بشكل سلبي انه انا محبوس في البيت انا خربت حياتي انا نخرب شغلي انا ما عاد فيني اطلع ما عاد فيني روح ما عاد كنت راسم هذا المشروع كنت لازم اعمل هاي القصة تأخرت عنا فينا ناخده من هاي النظرة فيني اخده من النظرة التانية انه لا انا جاني بريك إجباري انا الحمد لله موجود بهذا بهي الفترة الاستراحة ماني مريض بالمشفى ما حدا كان بيعرف ممكن كان يكون هذا الانسان نفسه هو مريض بهذا المرض او بغيره ويضطر يقعد بالمشفى فينا ناخده من هاي النظرة وفينا ناخده من هاي النظرة انه انا عندي وقت فكر ممكن يكون اعواض ما فكر انه انا نخرب شغلي اقعد فكر بهي الوقت اللي فاضي اللي صار عندي شلون بدي عود خسارتي شلون بدي ابني اكتر بشغلي شو كان ناقصني لحتى ما ينجح شغلنا اكتر شو كان ناقصني لحتى ابني اب احسن شلون لازم ابني مستقبل لأولادي اكتر اخد وقت للتفكير الايجابي مو للتفكير السلبي انه لا انا رح يموت ورح يصير معنا رح يعمل ما عنا امكانيات لا نحن ضمن هاي الامكانيات شو ممكن نعمل اكتر فينا ناخد هذا التفكير وفينا ناخد هذا التفكير وبالعزل في كتير اجراءات لتحسن من حالتنا الايجابية وطريقة تفكيرنا وطريقة تمضايتنا لهذا الوقت نعم دكتور يعني بما انك حكيت الفرق بين العزل والحجر الصحي وعطيت شوية فعلا يمكن افكار هامة خاصة نعرف انه الحجر الصحي عم بيأثر على الحالة النفسية للبعض خاصة مثلا بالاعمار الصغيرة المتعودين على نمط حياة وقالنا انه لازم يصير في عادات حياته جديدة نتعلمها نختبر كل شي بالحياة لكن خلينا نحكي شوي من الاسئلة اللي كتير عم توصلنا على البرنامج طيب انا كيف فيني اعرف اذا انا مصابة او عندي فيروس كورونا هل فينا نعرف او لا حتى نقدر نتجنب حتى مثلا بالعائلة الوحدة انه اقل اقل احتكاك طبعا هلأ هون انا رح اوصل لهم فكرة طبعا هذا السؤال كتير كتير شائع وللأسف هو مصدر توتر تماما مصدر توتر عصبي داخلي اول شي اهم خطوة انه نحنا كل انسان هو مصاب حتى يثبت العكس هيك نتعامل مع بعض وهيك ننفكر مع بعض وبننفكر كمان بطريقة ايجابية لانه هون رح نبه على شغلة نحنا للأسف في بعض الحالات انه هذا انسان ممكن يكون عنده كورونا رعب هلع منفقد انسانيتنا احيانا بالتعامل معه لا هون نهدي شوي كل ياتنا كمجتمع المريض وحتى لو ثبت انه معه هاي الاصابة هو مريض وليس عدو في فرق بين الاتنين مثل ما نحن الاطباء نتعامل مع هذا الانسان ونحن عرفانين انه ممكن ينقلنا العدوى بس مضطرين نقدم له مساعدة نحن ككل ياتنا كمجتمع ككامل لازم نتعامل مع هذا الانسان كمريض ولازم نقدم له المساعدة له ولأهله وللحواليه وبطريقة العزل يكون عزل ايجابي ومو عزل سلبي مو لانه خايفين ونهرب وننورجي لا لانه نحن عم نحميكم ونحمي حالنا برجع لسؤالك انه كيف لازم نعرف في الاعراض وزا ما في اعراض نحن مشكلتنا هي الاساس بهذا المرض انه نحن بهذا الاربط عشر يوم اللي هي فترة الحضانة ويفعليها بين اليومين واربط عشر يوم ما ضروري تمتد لاربط عشر يوم حسب الجسم حسب الانسان وحسب المناعته هاي المفترة الحضانة ما بيكون في اعراض وبيكون حامل للمرض وعم ينشر للمرض هون نحن بدنا نفكر بشغلة انه نحن ما فينا نعمل فحص للكل وشان هيك الشي اسمه حجر صحي اذا في شك عالي لمخالطة مصاب ثبت اصابته او مخالطة حدا مشكوك فيه نحن منحط بحجر صحي او منحجر حالنا في بيتنا ضمن اجراءات معينة اما اذا لأ بلشت تظهر الاعراض فصار موضوع طبي صار كشفه عند الاطباء بعزل الاعراض النوعية واخذ الاجراءات الشعاعية والمقبرية اللي لازم تنعمل فنحن هون لازم ننخلص من هذا التوتر نعتبر نحن كل انسان هو مصاب حتى يثبت العكس اللي عنده شك عالي ممكن انه يحجر حاله حتى اسبوع عشر تيام بتبليش الاعراض تطلق حال يعني دكتور مثل ما ذكرت كل انسان مصاب خلينا نفترض حتى يثبت العكس لنفترض انه صاب اي حدا فينا ومعرضين نحن للكورونا مثلا صابنا كورونا قديش مهم نعرف انه نحن ممكن نشفى او نحن ممكن جهازنا المناعي قاوم مو دغل ان احنا صابنا كورونا بدنا نموت مثل اي مرة تاني قلينا نحكي مثل الكانسر يلي بفضل يعني ارادة هي الشغلة ونفسية ايضا تغلب عليه مع جرعات ولكن الكورونا ممكن ايضا مع الما في علاج ولكن قديل نفسية تلعب دور انه انه ممكن جهازي المناعي قاوم وممكن انا اخذ مقويات لجهازي المناعي تنتشر بجسمي وتقاوم خلينا نفترض هذا الافتراض انه صابنا كورونا صابني انا مثلا مشاو ما هي خاف المشاهدين وقديش مهم انه انا ممكن اني اتجاوز هاد الشيو ومثل ما منعرف انه الحالة حسب ما صرحوا عنه انه هي عم بتمثل بالشفاء نحن هون الخط الكتير ضروري نفهمه تماما لانه في كتير فئة من الناس اعتبرت انه الموضوع اوكي مثل ما حكيتي انه نحن هو مرات بالاخير نسبة الشفاء فيه فوق 98% حلو يعني احنا فينا نشوف 98% وفينا نشوف 2% احنا ليش عم نسلط على الـ 2% وليش عم اللي ممكن تصير 5 إلى 10% ببعض البلدان حسب نظام الصحي ليش عم نسلط على الـ 10 مو على الـ 90 هاي العشرة في المية نحن لانه بدنا الناس ما تكون ضمن هاي العشرة في المية هذا مرض سريع الانتشار سريع العدوى كسيف العدوى بيساوي ضغط عن الأنظمة الصحية على المشافي بشكل كبير بحيث ما منقدر أحيانا نقدم الخدمة الصحية المناسبة يعني إيطاليا دكتور من أهم الأنظمة الطبية وما هيك النهارة ما قدرت تستوعب هذا العدد الكبير طبعا لأنه صار في عدد إصابات هائل بفترة قصيرة يعني نفس الإصابات لو لم وزع وعندها ممكن يصير هاي كمان طبعا نحن هون أخذنا إجراءات مبكرة نتمنى أنه نحن هاي الشعرة الصغيرة اللي بدي نبه عليها نصح نحن نسبة تشفاءنا 90% بس لازم ناخد حذرنا لازم نكون خوفنا إيجابي في حذر في وقايا نلتزم وإذا صارت الإصاب تعاملنا مع المصاب وتعامل المصاب مع الحوالي مشكلتنا أنه في كتير ناس ممكن تحس بالأعراض ما تراجع أطباء من كتر الخوف هذا صار خوف سلبي صار ممكن تأذي اللي حواليها وتأذي حالها لأنه ما بدأت تراجع طبيب لأنه صار عندها ردة فعل سلبية أنه أنا معي مرض هذا المرض خطير لا هو مرض مخطير إذا تعالج بإذن الله ممكن نحن فيه نسبة شفاء عالية بس ما لازم ننشرب هذا الأهم أنه ما ينتشر بين الناس أو نعدي غيرنا هاي الفكرة الأهم اللي لازم تعلق بزهننا مشان نحمي اللي حوالينا هذا هو الأهم اللي لازم يعرر نعم يعني دكتور مثل ما قلت هو الفيروس سريع الانتشار والعدوى ويمكن مثل ما قلنا خلينا نحكي شوي أنه هاي الإجراءات الحكومية كانت لتقليص عدد التجمعات وبالتالي للي مضطر فقط ينزل على عمله أو على أمر ما عند الطبيب ممكن أن ينزل بس يتبع إجراءات وقائية لأنه ما بدنا استهتر شفنا الناس اللي استهترت شو صار فيها وبشعوبها نحن اليوم ما عم ناخد إجراءات قبل ما يصير معنا شي لا سمح الله خلينا نحكي عن الأخطاء الشائعة كطبيب اليوم عم تشوف بين الناس شو أكتر شي عم تشوف حتى أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي أو مثلا أخبار كاذبة ممكن تأثر أيضا على الحالة النفسية للمواطن هلا الحقيقة أخبار الكاذبة إذا نبلش محل ما انتهينا الأخبار الكاذبة بتشمل الطرفي بتشمل اللامبالة طبعا أنه هو مو فيروس هو غاز هو طلع له دواء هو اخترع له لقاح هو اخترع له أدوية هاي من حالة التطمين البلا شعور أي مجتمع بيحاول يطمن حاله بيحاول فرد يطمن نفسه أنه أنا لا ما في شيء أمورنا بسيطة وكذا وهذا إذا كان بمبدأ رفع المعنويات مقبول بس بمبدأ أنه ينتقل لممبالاء وضرب للنظام اللي نحن عم نحاول نحطه لنمنع انتشار الفيروس فهون ممكن يؤدي لكوارث هاي القصص وهي نظرية مؤامرة ولأ وهو هيك صار ولأ هو هيك صار ما هذا المهم خلينا نطلع مننا خلينا نفكر أنه نحن هاي مرض ما لازم ينتشر بين الناس لازم نحدده قدر الإمكان هاي هي الأهم في عادات كتير خاطئة في حالات مثلا تجي إذا أنت شاكك أنه في عنا مشكلة ممكن تكون هذا المرض نحن عم نقول أهم شي نمنع الاختلاط نمنع التلامس بيننا وبين المريض ما معقول يجي هو معه مرافق عدد خمسة كل العالية جاي معه اللي تنفحس هذا مو صح وبنفس الوقت ما لازم ينبز أكيد هون دائما هذا المرض بلاش يعطينا الفرق فرق بين النقائد ما لازم نكون هيك لازم نكون معه بس من دون ما نتلامس ما ناخد احتياطاتنا وما في داعي للزيادة لازم يكون تفكيرنا شلون نساعده بدون ما ننشر المرض صحيح هاي المشكلة الأكبر اللي عب تواجهنا أنه نحنا أحيانا عم نحاول نحقق باتجاه معين عب تكون النتيجة عكسية هوني لازم ندرس ليش عم تصير هاي النتيجة العكسية لنحاول نتلافاها تقول لك نحنا حتى الأمراض النفسية اللي عب تيجينا عب تيجينا مورا العزل الحجر ومتل مع الإجراءات اللي عب تصير عم يصير في عنا خوف على المستقبل القلق من الآتي وهذا كان شائع عنا بس هل صار على مستوى أكبر اتنين عدم الاستقرار وهذا كمان عم يعطينا أعراض نفسية واضحة الثلاثة انتشار الشائعات والحكي اللي مانو مزبوط بحيث يؤدي لنتيجة سلبية بزيادة وهي كمان مانو مزبوطة وهي طرق سلبية ما عم نشغل وقتنا بالشي نقدر نقول إنه عم يحاول حياتنا لطاقة سلبية كل ياتنا بنعرف ونحكى بهذا البرنامج إنه التمارين الرياضية مهمة طب قديش الناس اللي عب تساوي تمارين رياضية في بيتها خاصة هلأ معت في نوادي أغلقت يعني يا سلام فلازم يكون تمارين في البيت إذا بتلاقي في بعض الناس وحتى الشخصيات المشهورة بالإسبانيا صارت ترند وسائل التواصل الاجتماعي إنه هي شلون عب تعمل تمارين في بيتها منشان تشجع الناس إنه تعمل تمارين في بيتها شو النشاط المشترك كتير الناس اللي أنا يا دكتور دخيل الله شو الحل لقيته دوا ما لقيته دوا ليش والله الولاد جننونا في البيت لأنه أربع خمس أولاد طب نحنا شو التواصل بينك وبين الولاد كل ياتنا كنا نرجع الولاد يا يكونوا نايمين يا رجعوا المدرسة يناموا ما شفناهن لا هي فرصة خد بالتفكير الإيجابي إنه فرصة تقعد مع أولادك تعرف شو هنن هوايات وشو كل واحد بيفكر هي كلها إجراءات لازم نتبعها لحتى نخفف من وطقتها الفترة المرضية تمام دكتور تامر يعني هيدور النصائح وهي المعلومات اللي فتنا فيها اليوم إن شاء الله يا رب هيك تكون قدرت يعني هيك يستفيد مننا قدر المشاهد ياخدها بعين الاعتبار ويستفيدنا نرجع من عيد لا بدنا نستهتر ولا بدنا نخاف كتير فيه خوف يعني هذا وباء بالنهاية وكلنا عم نعقيم وعم ناخد احتياطاتنا ولكن يعني ما بدنا نحنا نوصل لمرحلة إنه تتعب نفسيتنا خلال نحقق هذا التوازن لنقدر نحنا نجتاز هاي الأزمة العالمية اللي مهي عسولي هي عالمية إن شاء الله يا رب هيك السلامة للجميع والشفاء العاجل لأي مريد سواء شو منك عن مرضه نشكر وجودك معنا دكتور تامر الأمير أهلا وسهلا فيك أنا بتشكركم ومتمنى السلامة للكل شكرا لك دكتور وأكيد متمنى كمان السلامة لكم لقدر تطبي الجنود المجهولين شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر